بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رحبكم ابناء الطلاب في مادة الرياضيات لمعاهدة وبرامجة التربية الفكرية للصف الثالث التأهيدي وعنوان درسنا إن شاء الله اليوم وموضوع درسنا إن شاء الله تصنيف المنتجات حسب الوزن تصنيف المنتجات حسب الوزن إذن درسنا إن شاء الله تصنيف المنتجات حسب الوزن لدينا نشاط الأول في الكتاب المدرسي ضع دائرة حول المنتج الأقل وزنا كما تشاهدون لديه هنا المنتج الأول المقص وكذلك المنتج الثاني الكتاب ضع دائرة حول المنتج إذا المطلوبة بناء الطلاب هنا المنتج الأقل وزنا المنتج الأقل وزنا أو الأخف وزنا هيهما أخف وزنا المقص أم الكتاب هيهما أخف وزنا المقص أم الكتاب أحسنتم إذن نقوم بمشاهدة أوزان هذه المنتجات إذن لديه هنا المقص وزنه 20 قرام والكتاب كما تشاهدون 500 قرام إذن الأقل وزنا هو المقص إذن المقص هو المنتج الأقل وزنا كما تشاهدون وزن المقص بناء الطلاب هنا 20 قرام إذن ضع دائرة حول المنتج الأقل وزنا إذن كما تشاهدون هنا كتلة أو وزن المقص لديه هنا 20 قرام والكتاب أو المنتج الآخر 500 قرام إذن المطلوب المنتج الأخف أو الأقل وزنا أيهما أخف الكتاب أم المقص؟ أحسنتم إذن المقص أخف أو الأقل وزنا نقوم بوضع دائرة على هذا المنتج في النشاط الثاني ضع دائرة أيضا حول المنتج الأكثر لديه هنا المنتج الأكثر وزنا نشاهد لدينا هنا القلم وكذلك الكتاب إذن نقوم بعملية الوزن لهذا المنتجين الذي أمامنا يقوم الطالب بممارسة أو عمل هذا النشاط لدينا أبناء الطلاب كما تشاهدون هنا القلم وكذلك نقوم بعملية المقارنة بين أوزان المنتجات التي أمامنا يقوم الطالب بحمل الكتاب وكذلك القلم في اليد ومن ثم المقارنة أيهما أثقل الكتاب أم القلم؟ أحسنتم إذن الكتاب كما تشاهدون أثقل من القلم إذن كتلة الكتاب أكثر من كتلة القلم القلم كما تشاهدون لديه هنا خفيف والكتاب لديه هنا ثقيل إذن الكتاب أبناء الطلاب هو الأثقل وزنا يقوم الطالب بعمل هذا النشاط بحمل الكتاب وكذلك القلم الكتاب المدرسي لكتاب الرياضيات وكذلك القلم ويقوم بالمقارنة بين أوزان هذه المنتجات أو الكتاب وكذلك القلم إذن المطلوب ابناء الطلاب هنا لدينا المنتج الأكثر الأكثر وزنا أو الأثقل أيهما أثقل في هذا النشاط القلم أو الكتاب أحسنتم إذن الكتاب أثقل وزنا إذن نقوم بوضع دائرة حول المنتج الأكثر وزنا لديه هنا الكتاب قمنا بعمل هذا النشاط وشاهدنا بناء الطلاب أن الكتاب أثقل من القلم لماذا وزن الكتاب أو كتاب كما تشاهدون هنا 500 قرام إذن الكتاب أثقل من القلم إذن نقوم بوضع دائرة حول المنتج الأكثر وزنا يتعرف الطالب على المنتج الخف وكذلك الأثقل وأيضا كلمة الأكثر والأقل وزنا اختر الحيوان الأثقل وزنا كما تشاهدون لديه هنا بناء الطلاب في هذا النشاط وهذه الصورة لديه هنا صورة للأسد وكذلك صورة القط أيهما أثقل أختر الحيوان الأثقل وزنا يا شباب أيهما أثقل وزنا الأسد أم القط أيهما أثقل أحسنتم إذن الأسد هو الحيوان الأثقل وزنا كما تشاهدون حجم الأسد أكبر من حجم القط لذلك يكون الحيوان أو الأسد الذي أمامنا هو الحيوان الأثقل وزنا أو الأكثر وزنا في هذا النشاط أيهما أخف التفاحة أم البطيخ الذي أمامنا أيهما أخف أيهما أخف البطيخ أم التفاح أيه هذين المنتجين أخف وزنا الذين يستطيع حمله بسهولة أحسنتم إذن التفاح هو الأخف وزنا إذن نقوم بوضع دائرة على المنتج الأخف وزنا كما تشاهدون لدينا هنا تفاح أخف وزنا من البطيخ أيضا لديه هنا هذا النشاط أيهما أثقل لديه هنا السيارة وكذلك الدراجة أيهما أثقل وزنا أحسنتم إذن السيارة أثقل وزنا كما تشاهدون حجم السيارة أبناء الطلاب أكبر وأثقل من الدراجة إذن لديه هنا الدراجة أخف وزنا المطلوب في هذا النشاط أيهما أثقل أيهما أثقل الدراجة أم السيارة إذن السيارة أبناء الطلاب هي الأثقل إذن نقوم بوضع دائرة حول السيارة المطلوب هنا الأثقل إذن الأثقل هنا بناء الطلاب السيارة إذن نقوم بوضع دائرة على السيارة لأنها أثقل من الدراجة النشاط الثالث قدر وزن المناسب للسلع التي أمامك نريد أن نقدر الوزن المناسب للسلع التي أمامك لدينا هذا الكتاب عندما نقوم أبناء الطلاب بحمل الكتاب هل يكون خفيف جدا أم له ثقل عندما نقوم بحمل الكتاب في اليد هل يكون خفيف أم له ثقل أحسنتم إذن يكون له ثقل إذن نريد أن نقدر ثقل الكتاب نريد أبناء الطلاب أن نقدر ثقل الكتاب هل هو خفيف جدا عشر قرامات أم كيلو قرام واحد أحسنتم إذن نقدر وزن الكتاب بكيلو قرام واحد تقريبا عندما نقوم بحمل الكتاب فإنه يكون له ثقال نسبيا إذن يكون وزنه تقريبا كيلو قرام واحد المنتج الثاني أو السلعة الثانية التي أمامنا كما تشاهدون المشابك نريد أن نقدر وزن هذه المشابك يقوم الطالب بوضع هذه المشابك في اليد ومن ثم يقدر وزن المناسب لهذه المشابك عندما أقوم بحمل هذه المشابك على اليد فإنها تكون خفيفة أحسنتم عندما أقوم بحمل هذه المشابك فإنها تكون خفيفة تكون ماذا؟ تكون خفيفة ولا أكاد أشعر بوجودها على يدي إذن يكون وزن هذه السلع نقدره تقريبا وزن أحسنتم إذن وزن المشبكة الواحد تقريبا قرام واحد إذن نقوم بوضع دائرة حول هذا المنتج أو السلع التي أمامنا أيضا منها الطلاب لدينا هنا قدر الوزن المناسب للسلع التي أمامك لدينا هذه الممحاة عندما أقوم بحمل هذه الممحاة على يدي فإنه يكون وزنها خفيف نسبيا هل تكون ثلاثة قرامات أم عشر قرامات تقريبا الممحاة أحسنتم إذن الوزن لهذه الممحاة نقدره أبناء الطلاب تقريبا بعشر قرامات ندي أيضا في هذه الصورة الطاولة هل أستطيع حمل هذه الطاولة؟ إذن لا نستطيع حمل هذه الطاولة لماذا؟ لأن الطاولة دائما تكون ثقيلة ولا ننصح بحمل الطاولة إذن أبناء الطلاب نقدر وزن هذه السلعة لدي هذه الطاولة كما ذكرنا الطاولة دائما تكون ثقيلة الطاولة دائما تكون ثقيلة نريد أن نقدر الوزن المناسب للطاولة هل هو كيلو جرام واحد كحجم الكتاب مثلا الكتاب قدرناه بخمسمائة أو كيلو جرام نستطيع حمل الكتاب ولكن الطاولة هل نستطيع حملها؟ أحسنتم إذن لا نستطيع حمل الطاولة إذن نقدر الوزن المناسب للطاولة بـ 10 كيلو جرام تقريبا إذن نقوم بوضع دائرة حول هذه القيمة 10 كيلو جرام إذن وزن الطاولة أبناء الطلاب 10 كيلو جرام تقريبا وهي من الأشياء التي لا نستطيع حملها أو ثقيلة نوعا ما النشاط الرابع بناني الطلاب رتب الأشياء من الأثقل إلى الأخف رتب الأشياء لديه هنا بعض المنتجات التي أمامنا تشاهدونها في الصورة الأولى الصبورة وأيضا لديه هنا المبرأة وكذلك لديه هنا الساعة نريد أن نرتب هذه الأشياء من الأثقل ما هو الأثقل من بين هذه الأشياء ما هو الأثقل الصبورة أم المبرأة أم الساعة أيهما أثقل نضع له الرقم واحد إذن نضع الرقم واحد للأشياء التي لدينا هنا إذن لدينا هنا كما تشاهدون الصبورة هي الأثقل وزنا من بين هذه الأشياء إذن نضع الرقم واحد إذن نضع الرقم واحد للصبورة إذن الصبورة هي الأثقل من بين هذه الأشياء الموجودة المبرأة وكذلك الساعة بقي لدينا هنا الساعة والمبرأة أيهما أثقل الساعة أم المبرأة أحسنتم إذن الساعة أثقل من المبرأة إذن نضع الرقم اثنان للساعة وتكون هي المنتج الأكثر وزنا بعد السبورة المنتج الأخير والأخف وزنا هو لديه هنا المبرأة ونكتب الرقم ثلاثة إذن بنعي الطلاب تعرفنا على هذه المنتجات وكذلك أيهما أثقل لديه هنا السبورة وكذلك المبرأة وأيضا الساعة أو المنبه الذي أمامنا نقوم بترتيبها من الأثقل المطلوب هنا من الأثقل إلى الأخف أثقلها كما ذكرنا السبورة ثم الساعة ثم الأخف وزنا من بين هذه الأشياء المبرأة نسجل الرقم ثلاثة إذن ترتيبها بهذا الشكل بناء الطلاب رقم واحد السبورة رقم اثنان الساعة أو المنبه ورقم ثلاثة المبرأة إذن هذا هو الترتيب الصحيح قمنا بترتيبها من الأثقل إلى الأخف من الأثقل إلى الأخف وفي الختام أشكركم بناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر